موسيقى قمة أمنية في فيينا تناقش تحديات الأخبار الكاذبة وتأثيرها على الديمقراطية النمسا تؤكد أن الاعتراف بطلبات لجوء الهنود هو صفر بالمئة المحكمة تؤكد عدد منخفض من تجاوزات الشرطة النمساوية اعتقال تركي نهرب 53 لاجئا سوريا إلى النمسا مشفى إيسبروك ينجح بزراعة شريان أبهر اصطناعي لأول مرة من نوعه وشاب يتسبب بوفاة شخصين بعد ساعات من حصوله على رخصة القيادة مرحبا بكم في نشرة الأخبار المفصلة لهذا اليوم وفي خبرنا الأول ناقشت قمة أمنية وقائية في فيينا جمعت 150 خبيرا ناقشت التحديات المتعلقة بالأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة وتأثيرها على الديمقراطية والأمن وأكد وزير الداخلية جيرهارد كارنر خطورة هذه الظاهرة وتأثيرها على الثقة والانقسامات في المجتمع ودعا إلى التعاون الدولي لمكافحة الأخبار الكاذبة والتزييف العميق وأشار مدير المخابرات عمر هجاوي بيرشنر إلى التحديات التي تواجه التطبيقات التكنولوجية في مجال الوقاية وأكد على أهمية تعزيز الجهود لمكافحة المحتوى المتطرف أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر استمرار إعادة طالبي اللجوء الهنود إلى بلادهم لمكافحة الهجرة غير الشرعية وأوضح كارنر أن معدل اعتراف الهنود بطلبات اللجوء حاليا هو 0% مؤكدا أن التعاون مع وكالة فرونتكس يلعب دورا في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي فيما تعمل وزارة الداخلية على إعادة المواطنين الهنود الذين انتهت إجراءات لجوئهم بشكل قانوني بعد دخولهم إلى سيربيا بدون تأشير حققت سلطات الادعاء في 23 حادثة عنف لرجال الشرطة في النمسا خلال سنتين حيث تم معالجة معظمها من قبل مكتب المدعي العام في فيهنة وتم فتح 17 تحقيقا العام الماضي فيما تم تسوية حالة واحدة بإصدار حكم نهائي بالإدانة والسجن مع وقف التنفيذ على الضباط المسؤولين وهذا العام فتح التحقيق في تسع حالات ولم تصدر أي إدانة حتى الآن وتضمنت التحقيقات فحصا للقمع العنيف للشرطة في مؤتمر الغاز ببيينا وفي تقرير داخلي ضد ضابط آخر تم إيقاف الإجراءات بسبب عدم رغبة المشتكي في الكشف عن هويته اكتشفت الشرطة 53 لاجئا سوريا داخل الشاحنة في بون كيرشن بالنمسا السفلة وتمكنت من اعتقال المهرب التركية ويتألف اللاجئون من 42 رجلا وثمانية نساء وثلاثة أطفال وبعد الكشف عن الشاحنة تبين أنها كانت مخصصة لتهريب البشر وتم توقيف الشاحنة في استراحة السائق المعتقل من موليد 1984 وقد تقدم جميع السوريون بطلبات لجوء وتولى مكتب الشرطة الجنائية التحقيقات بشأن جرائم الاتجار بالبشر والتهريب نجح مشفى انسبروك في زراعة شريان أبهر اصطناعي لأول مرة في جسم مريض مما يعد نجاحا طبيا استثنائيا تم استخدام الطرف الاصطناعي ثروكوفل في عملية جراحية لطيفة تنفذ في البطن وتقلل هذه التقنية بشكل كبير من مخاطر التعقيدات والآثار الجانبية للعملية ويعتبر الطرف الاصطناعي فريد عالميا حيث يتفرع في الأعضاء ويعزز الشفاء وتتطلب عملية الزراع جهودا مشتركة لأربعة جراحين ومن المتوقع يستفيد خمسة إلى عشرة مرضى سنويا من هذه التقنية أدى حادث سير مأساوي في منطقة ألتم بيرد بالنمسا العليا إلى وفاة شخصين وإصابات عديدة خطيرة وكان سائق ذو 17 عاما والذي حصل على رخصة قيادته قبل ساعات قد فقد السيطرة على سيارته واستدم بسيارة قادمة من الاتجاه المعاكس مما تسبب في وفاة سائق السيارة الأخرى وفتاة تبلغ من العمر 16 عاما ونقل الشاب وصديقته إلى المستشفى وهم في حالة حارجة وتجري الشرطة التحقيقات لمعرفة سبب الحادث أجرد الله وإياكم من شر الحوادث نهاية النشرة شكرا لحسن المتابعة لا تنسوا تحميل التطبيق الخاص بإنفوغراد على هواتفكم ليصلكم كل جديد كنت معكم أنا هيفا ألقاكم في نشرات لاحقة أمسيا سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة